لكن هذا مو إنسان تطيل مشطافة وتطيل صندة وتطيل مكناسة قل له أكدس بهاي الدارة تشي تتبوك بيه تنظف حماماتها مجزرة الوفاة وعدها اتعادل سرقة القرن عشرة أضعاف زين هي بالأنبار بس مجزرة وعدها بس خليني ذكرت بقضية وممكن الولاد اليوم يدفع لهم واحد اثنين من المجورين وأخته زين لا دقيقة دقيقة لكن والله كنا فداعا للأنبار دقيقة على قضية المجازر هي بس الوفاة لأكم مجازر أخرى وشقد أقيامها مدام أن ذكرت بهذا الموضوع سيدي الكريم سيدي الكريم هناك مجزرة بالرمادي بعراض الرمادي في منطقة الطاش ومنطقة اللواء الثامن وهناك مجزرة بالحبانية هناك مجزرة بالخالدية هناك مجزرة بالسقلاوية وهناك مجزرة في عامرية الفلوجة وهناك مجزرة في أراضي الفلوجة الثمينة الغالية حتى حتى الأراضي اللي خلاها لأخي الدكتور رافع العيساوي من كان وزير الصناعة مناطق حرة هم الولاد حتى ميديهم حاليا ومجزرة أيضا في القرمة شنو وظائف هذه المجازر شنو سوي سيدي الكريم نحتاج نحتاج أمام هذا الفساد إلى لجنة تقعد في الأنبار ليس لجنة فساد ولا هيئات هيئات مزرت الوفاة تعال شوف القصور اللي بنت اللي بنيت اللي كان ذاك اليوم شاكيت ما عنده الآن نواد رياضية وخدم وحشم ما صارت كنا اشتغلنا بالدولة لكن المواطن يجي طب علينا تعال شوف المواكب التهوات ذاك اليوم كنت محامي أنت وصرت اليوم مسؤول شنها إلى أموال الطائلة شنها إلى المزارع هذا أبو ماطور شوارع كاملة في الحرضية هذا أبو ماطور شوارع كاملة في الحرضية صارت في أسماو شوارع كاملة في اليرموك هذا كان عنده ماطور أسه عنده قصر قصور 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 حتى حوض النهر طوب والآن عليه مشكلة في الموارد المائية اللي سوى له سدة خاصة اللي وراء ديوان المحافظة هذا اللي يدى أنا حتيت عليها من زمان والبارحة هم لمحيت وأنا إن شاء الله أطق خلال الأيام الجاية أطق على الجو لأنه ما معقوله والله الحق يحلى ولا يحلى عليه والله إحنا عهدنا دولة الرئيس ما معقوله بيته بخمسة مليون دولار زيان ماكوا واحد يقول يا بم نيال لك شلون صارن ومسؤول بالمحافظة شلون بخمسة مليون والأملاك باسم الخالة وباسم العمى وباسم الوليد أتو شنو عباكم إحنا ما نقدر نوصل ما نقدر نعرف وحياتك ولا وحياتك ما تسوالها زبانة راح ترجع على البايسيكيل على الماطور وراح تسأل ماما تقولها ماما أخذوني ساد نجيم بس دقيقة بس دقيقة أنا ألي دقول عبارة وحدة أبو التقاعد وأبو النزاهة قبل شنا نسمع مع الأشغال الشاقة دول اللي باقوا والعراقيين أتمنى بالأشغال الشاقة أسبوعيا يجيبون للوليد ينظف الحمامات مال تلتقاعد قدام الناس هسا تجي تقول لي حقوق الإنسان أقول لك أحترم حقوق الإنسان لكن هذا مو إنسان تطيل مشطافة وتطيل صندة وتطيل مكناسة قل لي أكدس بهاي الدارة تتبوك بها تنظف حماماتها ولي يجي يقول لي على حقوق الإنسان إلا أدفرها على السنونة وأكسر السنونة